موسيقى دكتور محمد سديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية موسيقى موسيقى أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم العمود الفقري في عالم عرق النسا وهو عالم لوحده مستقل لنظرا إلى انتشار هذا التعبير وانتشار الحالة منزلاقات الغضروفية في مصر بقت منتشرة جدا يمكن لأسباب كتيرة أولا الوعي طبعا ده عامل مهم جدا ثانيا استخدام الناس الغلط لظهرهم استخدام الناس الغلط للأدوات شيل التقيل الحركة المفاجئة برضو الشباب كلام الإصابات بقى بتاعة الضهر للشباب والمنظرة وان انا عايز اتصور وانا بنطف حمام السباحة وانا عايز اتصور وانا بعمل حركة حلوة على الموتسكل وصوروني وانا بأتزحلق بالزحلقة بتاعة الساحل بأركة بالزحلقة بتاعة الساحل فالنتيجة بتبقى سيئة قارئ الناس مرض مزهج للغاية وانتوا اكيد تبعتوا وطبعا أمنياتنا بالشفاء وكامل الشفاء لكل المصابين بقارئ الناس بس انا واحد من الناس بحب جدا استاذ خالد الصوي فنان الجميل خالد الصوي من واحد من مبدعين التمثيل القليلين في مصر خالد الصوي عاني الفترة الأخيرة من عرق الناس والحقيقة في عامل مهم جدا جدا أثر على عرق الناس هو العمل المستمر شوفوا طبعا عرق الناس بيخلي الإنسان مقدرش يتحرك كويس مقدرش يمشي من كتر الألم الشديد فطبعا الصورة دي كانت مزعجة ليه الوسط الفني كله مزعجة للناس اللي بتحب خالد الصوي الكرسي كرسي حاجة لا هيا مش القصة بس لو ترك وأهمل وما تعالجش العرق الناس ممكن يوصل الإنسان إلى أنه مقدرش الحرك كويس فعلا وشيء مهم أو لازم نضعه في الاعتبار سرعة التحرك للعلاج سرعة التحرك للعلاج وأن أنا ما طنش لأن أنا لما جيت قريت الخبر هو قال أنه المسألة دي أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة فيه ممثلين كتير جداً بيتعرضوا في العالم لمشاكل في ظهرهم بسبب مشاهد معينة مش متناسبة مع القدرة الرياضية بتاعتهم بيتطلب منهم جاري مثلاً نطة من مكان عالي الفنان اللي عنده القدرة البدنية لكده ومتضرع باللي كده هيقدر يعملها لكن لو حد ما عندوش هيتعرض لإصابة ودول حصلت ودي حصلت عند فنانين كتير ومنهم فنانين أصيبوا أصبات خطيرة جداً يعني سواء من على الحصان أو الأخير فطبعاً دعواتنا بالشفاء ليه ولكل المصابين بهذا الموضوع لكن نرجع تاني ده عالم اسمه عالم أرق النسا ضيف العزيز الذي سيحكي لنا هذا العالم بالتفصيل هو المبدأ دائماً في حواره والممتع دائماً في حكاوي العلمية والمبدأ دائماً في أساليبه والجراحية المتميزة الاسم الكبير القدير السيد دكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحات المخوى العصاب وجراحات العمود الفقري بكل الطب أصريعيني جماعة القاهرة الاسم القدير أهلاً بيك يا دكتور هويدي وسعيد جداً بهذه السيارة أهلاً بحركة دكتور عيما أنا في الفترة دي أنا كل أسبوع كل كم شهر كده أقول لهم إيه أسبوع الحكاوي فإحنا في أسبوع الحكاوي عرق النسا منتشر قوي دي كده قبل ما نعرف إيه هو حتى هو عرق النسا ومرض هو تقريباً مفيش حد موجود من على سطح الكرة الأرضية ما جالوش ألام في الظهر آه يعني علمياً كده قالك 100% من البشر على سطح الكرة الأرضية من السن الصغير للسن الكبير على مدار الوقت والزمن إلا بيجي لهم مشاكل وألام في الظهر سواء أسفل الظهر أو ألام في الرقم فبالتالي ألام العمود الفقري هي من أشهر الألام وأقدم الألام اللي البناء دا بدأ يفكر فيها من زمانه ومن الحاجات اللي هي كان البدايات اللي بدأ دا يدور في الطب على حلول لها فظهرت كلمة عرق النسا ليه زمان عرق النسا دا يخصد بي اللي هو العصب الوركي العصب اللي نازل من فوق من المنطقة القطنية والمنطقة العجازية لحد ما بينزل للرجل ويغطي مشت الرجل ويغطي صوابة بتاعت الرجل كان زمان دا بيجي أكتر في السيدات اللي هي بتوطي بتشيله وتحط أو في السيدات اللي هي كان بتوعد على ركابها وتمسح في الأرض دا كان مذكور في الكتب يا العلمي أو قال لك أنه هو اقتصر لكلمة النسا اللي هو الترجمة العربية بينسي من قدر اسمه من الوجع بس هو الحياة ألمه رهيب يعني هو ألم ممكن يخلي واحد ما بيعرفش ينام ما يعرفش يقعد ما يعرفش يستمتع بحياته الألم دا شوف هنا في الصورة هو عامل زي نبضات كهربائية مشي في العصب بدأ من أول فقرات قطنية دي المنطق العصب اللي هو بيدرب لون أحمر دا دا بنسميه العصب بتاع الرئيناس هو دا عصب الرئيناس طيب هو إيه اللي يخليه يعمل كده اللي يخليه يعمل كده أي حاجة هتلمسه أو تضغط عليه إيه اللي يلمسه العصب دا ربنا خلقه طالع جوه القناة العصبية في حاجة حزمة عصب كده بنسميها ديل الحصان أو الضفيرة العصبية من تحت وتبدأ تخرج من المنطقة بتاعة أسفل الدار والمنطقة بتاعة الحوم اللي نايم قدامه على طول ها اللي هو القرص الغضروفي اللي هو ما بين الفقرات اللي احنا بنشوفه دلوقت دا دي فقراتها هين الفقر أصد الفقر واللي في النص دا قرص غضروفي طيب أنا شلت شيلة تقيلة عملت مجهود زيادة خدت مطب جامد في العربية طبيعة عمل يبشيل حاجات تقيلة أو زي ما حدرتك وتبتقول دلوقتي يعني أحد الممثلين العظماء في فيلم عمل حركة غلط نط نط غلط دا بيحصل هي فجأة حصل ضغط مباشر على الغضروف الغضروف بقى في الوقت دا بيحصل له حاجة من اتنين يأما يتمدد يجبر ويخبط العصب ويبدأ يعمل للكهاربا دي بس في الحالة دي هو ما انفجرش هو عمل زفارة الكوانش بتاعة العربية كده بتاخد مطب جامد هي بتنفعص جامد وبعد كده تبدأ ترجع للحجمات الطبيعية طيب لو الخبطة دي بقى فجرت العجلة هنا الخلل بقى اللي هيحصل في العربية لو بتجري ممكن تقلب دا اللي بيحصل في البنقادة الغضروف دا لو انضغط جامد الغضروف يخرج برة ويلمس الأعصاب فيسبب الألم بعد شوية بالعلاج الألم بيتحسن جدا والدنيا بتبقى جميلة وزي الفل ويقولك ده نجالي واجع وروحت وحد يدلكلي او خد شوية علاج او شوية مسكنات دا رياح دي المرحلة الأولى بتاعة الغضروف المرحلة الثانية يعني شايف بقى مصدر البقرة بتاعة الألم سيركل هي نقطة وبعدين عمز بالزبط يعني العلم بيوصفها زي الحجر اللي انت بترميه في مياه الدايرة بتبدأ في الأول صغيرة بقرة ويعمل موجة بالقلم بتاعة عنيف جدا طيب النوع التاني من الغضروف بقى اللي هو بيسبب هذا القلم حركة فجائية او حمل فوق الطاقة زي اللي بيحصل واحد شال حجر واحد من بنشوفها كتير جدا في الناس اللي هو اللي بيشتغلوا في المعمار مثلا يقولك انا حدد مسلح انا بتاع نجار خشب انا بشيل بطلع السقالة ده انا بشيل على كتف الفئة دي معرضة كتير جدا وفي حركة هي في حركة بتتعمل في الصيف دي خطيرة جدا واحد يشيل خطبته او يشيل مراته اه ده بقى حمام السباحة بيهازره بقى يشيل هاني ولم يميع حمام السباحة وهو بيشيلها طقر ويطق ده بيحصل ده بيحصل ده بيحصل وفي ناس بتعملها بقى لعبة ودلع وطنطيت واللي ينط من على اللي بتاعه الزحليقة وبينط من فوق حيطة حيطة وفيه رياضة طلعة اللي هي قفز من على الحيطان ومش عارف ايه والكلام ده كله وفيه شباب بتعملها يعني هو شايف ان هو بقى ايه تحول الى اردي يعني انت عارف يطلع من هنا النط هنا يطلع من هنا النط اصل الاسف هو اللي عملها مجموعة من الفرنسيين في افلام فرنسي وخدوها الفرنسيين بس دي اللياقة معينة دي اللياقة وبحترفين اللياقة معينة ورياضة معينة ولها علمه معين احنا ما عندناش اللياقة البدنية الكاملة وبعدين عندنا الغضروف ده لما بنسأل بقى بنقول هو في اي الفئات العمرية وفي اي الاجناس بيبقى اكتر بتلاقي الغضروف اكتر في السيدات عن الرجال بقى بقى الحركة وده سببه معروف مجهود كتير بتشتغل كتير طول نارو وقفة في المطبخ بترفع المرتبة يعني في بعض الناس بتبقى تهيلهم ده اعمال صغيرة لكن لقى الحقيقة هي اعمال شق يعني اعمال شق والست اللي هي في الغيط مثلا بتروح تساعد جوزها وبتشيل وبتشيل على رأسها وبترفع الحاجات التقيلة كل الكلام ده كله بيقدي الى ضغط على الفقرات الحاجة التانية في السيدات ان بيبقى عندهم نقص في الكالسي نتيجة للحمل المتكرر والرضاعة فبيحصل وهن في العضم نفسه ووهن في الغضروف نفسه فمع حمل جامد يحصل الغضروف ينفجر برضو عايز نفهم الناس انواع الانزلاخات الغضروفية يعني انا نسمع عن حد مزمن ولا فيه انواع تانية اه لا فيه انواع يعني وفيه درجات يعني يعني الغضروف الحد اللي هو الغضروف اللي بيحصل فجأة واعراضه يعني انا مبالح ما كانش عندي مشكلة بس انا شيلت حاجة دلوقتي حالا وجالي القلم بتاع الانزلاخ الاغضروفي والقلم ده ممكن يبقى في الظهر وممكن ينزل على منطقة الهنش والفاخد والرجل وممكن يبقى عن نحيتين كي يكمل يمين النوع التاني بقى من التأسيمة بتاعت الانزلاخ الغضروفي الانزلاخ الغضروفي له درجات يعني فيه بقى مزمن المزمن ده اللي هو ايه بقى لعشر سنين بيجيلي شوية ويفك مع الوقفة مع المجهود مع الشغل وده بتلاقيه اكتر معه مثلا المدرس اللي بيقف في حسة مع الرجل الموظف اللي قاعد في بنك او الناس اللي اعمالها كتابية واقعدها مكتبية كتير دولة بيجي لهم الالام المزمنة بتاعت العمد الفقر وكلمة مزمنة يعني هي بتقعد معانا اكتر من ست شهور وتبدأ بقى ايه بتعاود علينا كل فترة الغضروف في حد ذاته بنقدر نقسمه الى درجات يعني احنا بنقسم الغضروف لأربع درجات اول درجتين اللي هو الغضروف بيبدأ يكبر حجمه ده تكوين الغضروف الحلقة اللي برا اللي هي عاملة فيها خطوط دين الزرقة دي دي بنسميها مادة ليفية او اللي هي حوالين الغضروف دي قوية بس الالام بتاعتها بتمشي بالعرض زي الشبكة كان واللي في النصف مادة جيلاتينية عاملة زي الجيلي اللي بنسميها نيكلس نيكلس اللي هي النواة نيكلس زيت لما بتضغط هي عازة تخرج من اي حط الجراب اللي برا ده حميها واصلا ما ينفعش يبقى فيه خرم اول ما يبقى فيه خرم بالزبط عاملة زي ما تجيب مثلا جيلي وتحطه في كيس وتضغط على الكيس لو كيس ده فيه اي خرم هيبدأ يخرج منه باخد برحلة هنا خلاص بقى الجيلي هو بيتضغط يبدأ يجد مكانه في اضعف منطقة في الايه في الانلس في الغلاف او الجراب الخارجي اللي هو بتاع الغضروف يبدأ يخرج درجاته بقى موجودة هم مثلا بنتكلم فيه اربع درجات والدرجة الخامسة ان الفقرة بدأ تتحرك من مكانه الدرجة الاولى والتانية دولة تيتعالجوا لان احنا بنتكلم الغضروف كبير هو مبسي الجدار الخارجي ده سليم اول ما ينفجر الجدار الخارجي او يتقطع يبدأ المادة الماتيريا اللي جوه هتخرج بر هتخرج هتلاقي ايه على حسب مكانها لو هي القطع بتاع الجراب الخارجي ده في نصه المادة هتخرج في النص الاعصاب عندنا بتخرج من الاطراف اللي في النص ده يضغط على الحزمة العصابية كلها يعني هتلاقي الواجع مسك الظهر اكتر وينزل بعد كده على الرجلين لكن لما يجي على الجنب على الاجناب يمين او الشمال يبدأ يسمح في الرجل الاول بعد كده يجي في الظهر يعني فيه ناس يبدأ يقولك انا ظهري زي الفل ما عنديش مشكلة بس هو القلم نزل على رجلي وفيه واحد يقولك لا ده انا ظهري من زمان من سنين وهو ظهري بيروح وبيجي علي الغضروف لو اهملنا وعد من الدرجة الاولى والتانية ومع لجنهوش يتحول الى الدرجة التالتة او الرابعة التالتة او الرابعة يبقى لازم هنا تدخل عندي لازم تدخل جرح ونبدأ بعد كده فيه مرحلة ما يبقاش المشكلة في الغضروف بس لان الموضوع بيختلف انا لو قضيتي في الغضروف بس علاج الغضروف بيبقى بسيط يعني احنا بنسمع مثلا عن كلمة مناظير بنسمع عن كلمة ليزر بنسمع عن كلمة تبخير الكلام ده كله يتعامل فين في المرحلة اللي هي الاولى والتانية بتاعت الانزلاك الغضروفي في البداية طيب الموضوع الغضروف تطور الى بقت مشكلة في الفقرات زي هنا مثلا يعني هنا مثلا الغضروف خرج برا قفل القناة العصبية الغضروف اللي هو اللي عليه السهم ده ده مش مكانه الطبيعي ده بنسمعه غضروف المرحلة الرابعة خرج برا وضرب جوه في الاعصابة هو الام في الظهر و الام في الرجلين وقت برحرك ولما غضروف يبوز ببوز الغضروف اللي فوقية طيب لحد كده الغضروفين دولة اتظهر نفسه الفقرات سليمة ما هيش سايبة او ما حصلش كسر في الفقرة ساعات يحصل شرخي في الفقرة كمان اللي احنا بنسميه اتزحزح الفقاري او الانزلاق الفقاري يعني الغضروف ده ربنا خلقه بيشيل معايا في قوة العمود الفقري لما الغضروف ده بقى يبدأ يخرج من مكانه الفقرة هتبقى متعلقة كده كأنها متعلقة في الهواء ومسك على الجزء الخلفي فمع الضغط والمجهود والانحناء او التوطية او حتى الصلاة تبدأ الفقرة تشرخ من الخلف او مطب جامد في عربية او في مواصلات او زحلاء مشهورة جدا في الستات في البيت مع شغل وبتمسح في المطبخ او بتتوضى في الحمام او بتاع رجليها فلتت الزحلاءت مع شوية اطمئة ونزت على المقاد ساعات بتبقى الوقعة لا تذكر يعني فالواحد بيعديها في الاول لكن هي قريدي بدأت عملت الشرخ والشرخ ده بقى بيكمل بيزيد يدخل في اربع درجات تانين بنسميهم تزحزح فقاري بدرجاته اول ما يبدأ الموضوع ان فيه تزحزح في الفقرات سواء درجة اولى الى درجة ربعة يبقى بنتكلم في حاجة اسمها تسبيت فقرات تزحزح فقاري يعني الفقرة تتحركت او ربنا خلق الفقرات زي دي بقى يعني شوف هنا الغدروف اللي فات ما عملتش تزحزح هنا هتلاقي الفقرة بقت سايبة وتحركت ونزلت الانسان ده بيحس بيبقى ده بيبقى بداية بقى الام رهيبة جدا في ظهره نمرة اتنين يقولك ده انا مجرد ما بكح او الست بالذكر تقولك انا مجرد ما بكح بحس السكينة اسم الظهري الست تشخصها لنفسها تقولك انا اول ما بقى في المطبخ ربع ساعة نوص الساعة بحس ان ظهري مقسومه لازم اعود هي كده الموضوع بيبقى كده في الرجالة يقولك انا بوطي باجه صلي مثلا واجه ارفع نفسي مش عارف ارفع نفسي اصلي هي الفقرة تحركت لقدام فمع السالة او التوطية او المجهود هي نزلت عشان ارجعها تاني هي زي حاجة بتخبط في حاجة واختبالة لسه بقى عبار ما تطبع نفسها وترجع وتاخد المسار بتاعها الاولاني تاني يبقى كده برجع الفقرة تاني شوية مجرد ما بدأ هنا بقى تزحزحة بقى في الفقرة الخامسة على العجازية الاولى والربعة على الخامسة ما هو وجود غضريف وبدأ يطلع على التالتة والربعة الناس فهمة ان تزحزحة الفقاري لازم بيبقى فقرتين بس ده ده ابسطهم ده ممكن يبقى اتنين يبقى ثلاثة يبقى اربعة لحد خمس فقرات يبقوا سايبين بنسميهم يعني يعني ايه زي زي درجات السلم كده بوجود طيب الغضروف لما يقعد والفقرة تيبقى سايبة يحصل ايه شايف الفقرة هنا فيه كتلة سودة كده في مكان الغضروف تالت فقرة من تحت في النص كده حاجة ضلمة كده ايه ايه شبه الورب لا ده مش وارب ده بيبقى الفقرة لانها سايبة وبتتحرك في بعضها والغضروف منفاجر وكل حاجة تبدأ يحصل تأكل في العضم نفسه يحصل التهاب في العضم نفسه يبقى عامل زي الخراج الداخلي جوه العضم نفسه العضم بيتأكل وقد بقى الحركة وده بيبقى ألام رهيبة جدا طب الألام ديا الناس اللي عندها نزل لغضروفي يقولك أنا لما بنام بالليل الحمد لله أقوم الصبح بقى بيبقى العذاب لسه أقوم مع أول طلعة من السرير وأول ما هنزل لو أتحرك دي تصعوبة طب اللي عنده بقى تزحزح فقاري أو نزل لغ فقاري بيبقى النوم بالنسبة ليه علقة أصلا لما بينام بيحصل احتقان في الجوة الفقارات والدم بيزيد جوة العمود إحنا طول النهار بنتحرك الدم بينزل في رجلينا أكتر ما بيبقى في العمود الفقري لما بنام الدم بيكتر فبيحصل احتقان فبيحصل ألم شديد جدا وبعدين أنت وانت نام ما أنت بتلف حركة لا إرادية أنت كل شيء يا ربنا جعلك كده بتتقلب عشان الأنسجة تفضل حية من الضغط ما يحصلهاش نيكروز أو تآكل في الخلايا فمع الحركة دي انت بتحرك نصك الفقاني التحتاني مش جاي معاه لأنها سايبة العمود الفقري في النص سايب في حاجة في النص اللي بتربط الموضوع ده ببعض كل الرجلين مع الظهر مع الكتفين مع الإيدين العمود اللي في النص ده مش ماسك فيبدأ يفك أجه أتحرك كده آه عبال بقى من النص التاني أبدأ أحرك واجيبه دي مشكلة وبالناس بتحس بالألم دي كلها اللي نزلاك الفقاري هو أصعب كتير جدا من اللي نزلاك الغضروفي طيب للأسف الشديد دلوقتي احنا كنا من فترة طويلة كنا لما بتشوف الغضريف دايما بيبقى غضروف أو غضروفين أو بتاع بس العمود الفقر القوي طيب الظاهرة بقى الجديدة اللي احنا بنشوفها بقى أنه أكتر من خمس شهر سنة دلوقتي بس نزيد في آخر خمس سنين أن العمود الفقر حتى في السن الصغير تلاقي فين زلاك فقاري أو تزحصح فقاري طيب كنا زمان لما نجي نتكلم في العمود الفقري يعني أنا بشتغل بقى لـ 33 سنة عمود فقري من زمان من 25 سنة وبتاع تلاقي العيادة اللي كان فهمين الناس اللي فوق 60 سنة و 65 سنة اللي هم كانوا بيشتغلوا مجود زيادة وشلنا كتير فظهرنا تعب لأ دلوقتي انت بتشوف طلبة بنات صغيرين سنة 18-17 سنة كان فيه الوحي يشوف بنتها عندها 18 سنة عندها مشكل في العمود الفقري كان نادر لا نادر لأنه كان عظم قوي والهرمولات بتاع الجسم كان بتحمي العمود الفقري والليقة البدنية كان جميلة لأ نهاردة فيه حاجة غلط الوقت بير حرك اللي ولاد الشباب الشباب ده مفهود كمان أنا حس إن كونجينة الأنومي اللي زاتت في تكونات العمود الفقري كتير العيوب الخلقية كتير ده احنا بنكتشف دلوقت كتير جدا يقول لك البنت عندها ألم بقالها قد إيه ده بقالها من زمان أصلي بتقعد غلط نيجي ندور وراء اللي بتقعد غلط تلاقي الفقرة غير مكتملة الفقرة لفة فانحناء بينسميه تورشن لفة بالجنب كده واغتبالك وتبقى ضغطة على العصب أو بنكتشف حاجة غريبة جدا حاجة يسميه ضيق في القناة العصبية يعني مخرج العصب نفس اللي بيخرج فيه دايق ده بقى هل ده تأثير هرمونات هل تأثير أكل مش مش مزبوط هل كيمويات معينة في الجو كيمويات دوازل أرايا في الميا ما نعرفش بقى إن فيه يعني حاجات مستجدات كتيرة أظهرت أمراض كتيرة ما كانتش موجودة بنجي نتكلم بقى في النقطة المهمة جدا طب هنعمل إيه للناس دولة ما هي دي المهم المهم جدا المريض لما يبقى عنده قلم لازم يذهب إلى طبيب يعني بلاش ياخدها سهل جدا إنك إنت مع نفسك أو مع حد من حبايبك يقولك آه خد الدهان ده خد البتاع ده نام ريح ما تعملش حاجة هتلاقي الدنيا كده لكن إنت لما تبدأ بقى مع نفسك تعالج نفسك وشوية مسكنات أو دهان أو شوية مياه سخنة أو تدليك أو غير متخصص أو روح لبعصايا وبخشبة وفيه أخطر على فكرة أرصة نحل لاسعة لأ وفيه أخطر اللي هو بقى إيه هنعالج لك بس بدون مش عارف إيه وهنعمل لك بس بدون مش عارف إيه ده 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 أنت بتسمع بقى قصص كتير جدا وللأسف الكلام ده بقى بيأثر في تفكير المرضى كتير جدا يعني المريض بيبقى عنده مشكلة ومشكلة حقية وواضحة جدا بيسألك يا دكتوري تقول لعملية ليه إحنا عايزين حاجة من الحاجات الصغيرة اللي هي يعني من غير فتحة من غير جراحة ومن غير ومن غير لأنه سمع كتير جدا على المنغير العملية ومن غير جراحة وكده هو لما يبقى عندي فقرة زي كده مكسورة والدهر سيب ما هلازم بقى أثبته التثبيت أنواع ده حاجة بنسميها مصمير لها رؤوس متحركة اللي بتطلق عليها دعمات بس خلي بقى الدعمات دي يعني لفظ باللغة العربية الفصحة أي حاجة بتدعم العمود الفقري أي حاجة بتدعم أي حاجة بتدعم كلمة دعم تجيبها حتى في القموس كده الدعم يعني حاجة بتسند يعني عشان الناس فقرة يقول لك الدعمات دي بلاستيك لا هي مش بلاستيك هي حاجة قوية جدا من مادة زي التايتينيوم بتمسك العمود الفقري بس اتعملت بتكنولوجي معين أن تسمح أن أنا عمودي فقري ده ما يتيبسي يعني يقدر يوطي أقدر أنحني أقدر أشتغل أقدر أعمل الكلام ده كله عندنا بقى مشكلة أنا بشوف ناس كتير جدا بيجونا وخاصة بقى من إيه بعد المحافظات يعني إحنا مثلا عندنا في الجيزة هنا تشوف مثلا الصف امبابة الوراق مش عارف إيه لأي ناس كتير جدا يجري على مين على أبو عصيبة أبو خشبة واللي بيوكوا بالنار ده كتير ده أسامة كتيرة جدي مثلا بيجي لي بقى في الفيوم ودول أنا بحبهم جدا يعني شوف اللي راح بقى وشد بالبتاع واللي كوه بالنار هناك بقى الكوية بالنار ده اللي بيشدوا واحد اتنين ده بقى الكوية هناك بالنار ده كأنك مثلا رايح هنا تاخد جلسة سونة مثلا يعني واخد بالك كوية بالنار ده موت ده كارسة وأنا حضرت مغرب نفسي قلت عايزة أشوف الموضوع يعني محدش عارفني بقى قلت بقى إيه أتخفى كده أروح مع واحد تعبان لواحد من اللي بيكو بالنار ده والله العظيم عذاب العذاب ينام وأتنين يقعدوا على رجلية واتنين يمكتفوا من كدفه ويجيب مسمار كده أو سكينة أو حاجة زي حرف معلاقة كده والله العظيم انت بتسمع الصوت بقى عارف كوا يقولك نحنا عندنا نظرية علمية كون تربين كون تربين يعني إننا وفكرة الإبر الصينية كده إن أنا بدي إشارة عصبية هنا أشغل العصب عن أن يوصل هنا ده في الطب كده موجود الكلام ده مش اختراع ده هي ليلة ده هو اختراع مصر ولا اختراع عربي هيتحسن كم ساعة كده لو ممكن يتحسنه أسبوع شهر أو حاجة ده بنسميه يعني نظرية البوابات بتاعة الألم إن أنا أعمل بمنطقة ألم ودي كانت نفس الفكرة كان زمان عندنا اللي هي اللزقة اللي بتتحطى عدارها بتعمل نوع معين من الألم فبتشغل العصب الحسي يقوم جاي واخد الوجع هنا عشانك الناس أقول لك ده الوجع بيجمع في الحتة دي هي ومش بيجمع على حاجة هو أنا بحسه هنا أكتر لإن أنا لغيت البوابة قفلت البوابة اللي كانت بتتسرب جوه لكن المشكلة بتاعة الغضروف هل أنا عليك تهم ما عليك تهيش نوارت يا فندي مشرفتنا وأبدعتك عادتك تسلم دكتور رحلة رائعة في عالم عرق الناس وعالم لانزلات الغضروفية ما بين حدوث وأعراضه والطريقة العلاج والتحدث والتقدم المزهل جدا في أساليب الدعمات وأساليب التعامل مع كل مرحلة بس في مراحل احنا عايزين نقول كلما قدمت مبكرا للعلاج الطبي المحترم كلما حصلت على النتائج الأفضل كلما تأخرت كلما كان هناك علاج ولكن هناك أيضا فاتورة زمنية ستدفعها أكيد مقابل هذا العلاج سواء التدخل الأكثر تقدما أكثر قوة أكثر يعني أحتاج إلى recovery أكبر أحتاج إلى أساليب علاجية أكثر تكلفة كمان لكن ده لازم يختفي تأخير في العلاج ولازم ثقافة العلاج المبكر تكون في النغل كل في الفترة اللي جاية أرجوكم خلي بالكم أن نظهركم ضيف العزيزة أخبر مع عباية كبيرة الأستاذ دكتور محمد صديهويدي وأستاذ جراحات المخوى الأعصاب والجراحات العمودة الفقر نورت الناس شكرا 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 شكرا